طيب يعني احترم نادي الاهلي النهاردة برافو نادي الاهلي ولعبته من خلال الفوز المهم إن كان طبعا هو بيلعب أضعف فريق في المجموعة من خلال طبعا نتائجه ومن خلال وجوده في مؤخرة الجدول الخاص بهذه المجموعة لكن احنا ما بنعترفش في كده النادي الاهلي ما بيعترفش غير بأنك الصفارة بتنتهي وإنت معاك الثلاث نقاط حتى لو إنت مين الكبير أو الصغير هو إنت لازم بتتعامل معاك كده والتالي القطن النهاردة كان بالنسباله أكنه سانداون لكن كان البداية كانت مهمة جدا إنك تحرز هدف والحمد لله تم إحرازه بدري جدا من خلال محمد شريف ثم هدف آخر للخندوسي وأول أهدافه مع النادي الاهلي وده شيء طبعا محفز ليه ويده ثقة ليه هو شخصيا ويده ثقة كمان للجمهير في هذا اللاعب اللي لمساته الصراحة لمسات بتقول إنه هو لعيب هيأثر بشكل إيجابي جدا مع أداء النادي الاهلي وفي الآخر رقفة خليل أيضا بيحرز أول أهدافه مع النادي الاهلي كلعب ناشئ برضو مستقبل مهم بروميسين جدا جدا مع النادي الاهلي وإن كان طبعا واحد من نجوم متخب الشباب دي مكاسب مهمة جدا مكسبين مهمين جدا ظهور القندوسي ورقفة خليل لما نزل وأحرز الهدف وأحرز طبعا القندوسي هدف ده شيء رائع أنا النهاردة اللي لاحظته فيه النادي الاهلي بعد أحرزه الهدفين إنه هو بيقتصد على قد ما يقدر مجهوده ممكن تكون تعليمات ممكن تكون اللعيبة نفسها حاسة إنها لازم تقتصد في مجهوده عشان الماتشات اللي جاية أنت عندك النادي الاهلي يعني ربطة الأندية رفضت تأجيل مباراة المقالون القادمة اللي هي كانت مفروض مؤجلة من الأسبوع السبعتاشر وبالتالي هيلعب الماتش ثم صفر يوم الأربع إلى جنوب أفريقيا ثم البقاء في جنوب أفريقيا حتى يوم الثلاث هيكون يوم خمستاشر تقريباً في جنوب أفريقيا ثم الصفر بقى إلى جروة عن طريق طائرة خاصة والمباراة تكون يوم الجمعة يوم سبعتاشر وبالتالي يعني كل التوفيق للنادي الاهلي مشوار طويل هيكون فيه طبعاً لازم زي أقول لكم كده اللي حصل النهاردة ده وضع طبيعي عشان التفكير فيه الأيام القادمة هتكون صعبة صفر مرتين ولعب فيه تقريباً في عشر تيام أو في سبع تمن تيام تقريباً ثلاث ماتشاط وبالتالي الأمور هتكون محتاجة جزء بدني مهم واقتصاد بدني كان في المفروض في المباراة ده عمله النادي الاهلي بمنتهى الصراحة الاحترافية من خلال كمان تغييرات للكولر في المباراة هكلم